السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي شو فوائد الرمان أول فائدة ومهمة جدا طرد الكوليسترول ويخفف الدهون الثلاثية في مادة نايتريك أوكسايد اللي هي هذه أكسيد النيتريت هاي بتساعد على خفض ضغط الدم ليلة انها بتوسع الشرايين هاي النيتريك أوكسايد بتوسع الشرايين وبالتالي تساعد على حفاظ على صحة القلب ومهم جدا الرمان للقلب يعني وينشط الدورة الدموية وبالتالي ينشط الجسم وتعزيز الأداء ويقال لم أجرب انه يساعد على تعزيز الرغبة والقدرة الجنسية سمعت أكثر من طبيب وأكثر من طبيب أغذية وحتى في الدول الأجنبية اللي بيستخرجوا منه هاي حبوب اللي هي الاكستراكس هاي بيستخرجوا من الرمان ويأخذها بعض الناس كحبوب كمعززة للرغبة والقدرة الجنسية طبعا لوجود فيتامين كي نسبة جيدة فيه يحافظ على صحة العظام وبالتالي يساعد على تقليل آلام المفاصل اللي عنده آلام في المفاصل الرمان ممتاز جدا للمفاصل طبعا اللي عنده حصوات الكلا برضو لنفس السبب بساعد يعني هو هذا صديق للي عندهم حصوات الكلا أو لمن يشكو من حصوات الكلا فوائد عظيمة عظيمة جدا للرمان إحنا هون بنتكلم عن الحب الرماني اللي بناكله أكل مش العصير عصير الفاكهة كله مشاكل إحنا بنأكل لما نأخذ العصير هذا قال إيش أنا بشرب عصير طبيعي بنعصر الفاكهة بنعصر بمتقال أو تفاح بنرمي اللي فيه كله وبنأخذ المية والفريكتوز هذه مشكلة مشكلة وعلى فكرة إحنا بنتكلم الآن عن الرمان اللي بنعرفه واللي بنأكله طبيا أنا أعرف أنه ذكر في القرآن ثلاث مرات مرتين في سورة الأنعام ومرة في سورة الرحمن لكن بناشي نقارن هذا بالرمان اللي ذكر ربنا سبحانه وتعالى في الجنة إحنا بنحكي عن الرمان اللي تعودنا عليه ينشط الدماغ ينشط الدماغ برضو ليش لما الأوعية تتوسع بروح الأكسجين أكثر للدم في كل أنحاء الجسم يقلل من خطر الإصابة بالسرطان وخاصة لبروستاتل السرطان الثالي مضاد للبكتيريا والفطريات والالتهابات يعني ممتاز الجهاز الهضم يحافظ على صحة الجهاز الهضم وبالتالي بما أنه فيه مضادات أكسدا ويحارب البكتيريا والفطريات والأمور هاي فهو جيد جدا لجهاز المناعة ويقوي جهاز المناعة عندنا طيب هل يصلح يا دكتور المريض السكري؟ يصلح لكن بشروط وحذر شديد بشروط وحذر شديد أولها دبس الرمان ممنوع ليه؟ دبس الرمان ما هو مغذي زي الرمان آه مغذي؟ ما احنا بنعمله وبنحط عليه إيش كمان؟ عصير الرمان وبنحط عليه سكر شو بالنسبة للتخصيص؟ نفس القصة نفس الشيء ممنوع دبس الرمان ممنوع نأخذ الرمان بكميات كبيرة ممنوع طيب كيف بدنا نأخله؟ قديش الكمية هاي؟ بعدين مش نسويها هذا فيها عيب بقولك كل نصف رمانة كل رمانة كل يوم ما تزيدش عن رمانة هذا كله كلام فارغ كإنسان عندك سكر من النوع الثاني أو النوع الأول أكثر من ثلاثين غرام ما توقش ما يزيد عن ثلاثين غرام باليوم أو بالمرة ومش شرط أنه كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم ليه؟ واللي بيزهقوا مني ومن صوتي أعطيتكم بعض الخلاصة وأما أصحاب التفاصيل اللي بيحب التفاصيل ابقى معنا لتعرف المكونات ومعلومات أخرى الآن الحبة حبة الرمان الواحدة متوسطها من ميتين واربعين غرام إلى ثلاثمائة غرام الرمان الناضجة يعني فيه رمان كبير أحيانا تشتري ثلاث حبات بيطلعوا كيلو مرات بتشتري أربع حبات بيطلعوا كيلو المتوسط ميتين واربعين إلى ثلاثمائة غرام إحنا بنا نتكلم بس عن ميتة غرام من الرمان المفروض حب الرمان اللب اللي موجود داخل الرمان ميتة غرام منهم أسهل للقياس المؤشر الجليسيمي للرمان ثلاثة وخمسين لخمسة وخمسين ها في المتوسط ماشي يعني إيش برفع السكر شوي شوي تمام لكن قلنا إذا كان السكر عالي والنشويات عالية نتجاهل المؤشر الجليسيمي مش واحد يقول المؤشر الجليسيمي مش عارف إيش كذا منخفض بداكل منه طب إذا كان فيه سكر النشويات ممنوع ممنوع نأكله نرجع للرمان النشا فيه عشرين غرام كل ميتة غرام يعني الرمانة فيها خمسة وخمسين غرام كربوهايدرات هذول العشرين غرام أربع معالج سكر مشكلة 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 تخيل أنت تشرب كاسة شاي صغيرة تحق عليها أربع معالج سكر هذا لما توكل ميتة غرام رمان هذه الحقيقة المرة يعني حلوة مرة حلوة مرة لازم نعرف السكر فيه أربع عشر غرام يمسك الرمانة بيدك شوف قديش بتدبق إذا فيه ثلاث معالج سكر كل ميتة غرام كل ميتة غرام والياف قديش فيه أربع غرام كأنه يعني ما استفدناش من الياف كثير ليه لأنه فيه كربوهايدرات ونشويات عالية شوفي مكونات إحنا طبعا نحكي عن الرمان الطازج اللي يؤكل مش العصير نحكي عن الرمان فيه أكثر من سبعين بالمية من سبعين ثنين وسبعين ثلاثة وسبعين لغاية خمسة وسبعين بالمية داخله ما شوفي فيتامينات أعلى شيء طبعا بالترتيب أعلى شيء فيتامين ك بعدين فيتامين سي بعدين بي ناين اللي هو حمد الفوليك وطبعا اللي يبدو حمد الفوليك أكثر يروح لورق الشمندر هذا دائما أنا بوصيه فيه وهذا فيديو شرح كامل عن الشمندر فوائده وأوراق الشمندر وفوائدها طبعا البيتامينات فيه بي خمسة بي ستة بي واحد بي اثنين بي ثلاث وفيتامين اي وفيه برضو الكولين هذا موجود في الرمان نشوف شو المعادن اللي موجودة فيه طبعا أنا حطيت المعادن عشان نختصر الوقت فيه ناس كتير علقوا قالوا في التعليقات بدهمش النسب ماشي بنقول إنه أعلى شيء في المنغنيز بعدين بالفوسفور بعدين بالبوتاسيوم بعدين بالزنك بالنسبة لحاجة جسمنا اليومية بوتاسيوم تقريبا الرمانة فيها ستمية وكذا ميلغرام موجود فيها مش أعلى شيء بس في الفاكهة بالنسبة للبوتاسيوم عالي وفيه زنك برضو بكمية جيدة ودرجة ثانية فيه الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد هذا كل موجود في الرمان البروتين اللي موجود فيه أربع الرمان طبعا مليء بمضاد ذات الأكسدة مليان مليان وخاصة مادة اسمها إليجيك أسد اللي هي حامض إليجيك هذا مهم جدا كمضاد الأكسدة هو مطهر وممتاز لجسم إليه أضرار ما بعرف له أضرار وما بفت فيها يقولون قشروا فيه مواد سامة أكيد فيه قشروا فيه مواد سامة عشان ربنا لما خلقه خلق أي نبات الله خلق كل نبات وحق فيه مواد عشان يدافع عن نفسه فأكيد فيه مواد سامة فيه ناس بقول لك كل قشر الرمان متأكلش قشر الرمان أنا بقول لك ما جربت وعشان هيك ما بفتي أنا أأكل اللب الأبيض القشور اللي في الداخل اللي ما بين حب الرمان هذا أنا أأكله ما عندي مشكلة لكن القشر الخارجي ما بعرف عنه وما جربته فما بفتي ورجاء لا تجرب يعني لا تجرب إلا لما تكون متأكد مية بالمية منه مرة ثانية ما يزيد الرمان عن ثلاثين غرام في المرة يعني بدك تاكل مرة اليوم ثلاثين غرام بدك تاكل بعد يومين ثلاثين غرام وما نعملها عادة يومية كل يوم إخواني وأخواتي مش بس الرمان اللي بفيدنا صحيا معظم الأطعم الحقيقية الموجودة على هذا الكوكب فيها يعني خصائص علاجية وطبية بس إحنا بمعرفش كثير وما أتيتم من العلم إلا قليلا ما بنعرفه كثير وما اعرفش كل شي عشان هيك البحوث دائما شغالة واللي بسألني شو هو الطعام الحقيقي الطعام الحقيقي اللي ما عليه ليبل ما عليهوش ليبل ما في عليه ليبل هذا طعام حقيقي أما هذا اللي عليه ليبل فما هو طعام يعني ما هو أصلا مش طعام وضرره أكثر من نفعه الطعام الحقيقي اللي أنت بتحضره أو بتطبخه في بيتك وبتأكله أنت وعائلتك في يوم في اثنين في ثلاث مش يقعد على رفوف سنوات هذا هيك بيكون طعام حقيقي ولأخواني وأخواتي المدمنين على الأكل ولا يتحد السكري عندي لكم سؤال متى ستبدأ بتحدي السكري متى ستبدأ بترك كل هذه المأكلات اللي بتجيب لك الضرر ما بتنفعك هي شكل كأنها طعام لكنها مش طعام هذه ضرر ويا حب ذا إذا بتمارس الرياضة في الجيم إذا استطعت أو رياضة الجري وعلى أقل تقدير المشي أود أن أشكر جميع أبطالنا أفراد عائلتنا متحدي وقاهري السكري اللي انضموا إلى هذه القناة أشكركم من أعماق قلبي وأشكر أيضا كل من سينضم إن شاء الله وإذا كنت بتشاهدني للمرة الأولى معكم أخوكم الدكتور علي القاسم وتذكر أخي وأختي أننا في هذه القناة لا نعطي المعلومات فحسب ولكننا نغير حياة الناس بإذن الله وأحيانا وممكن أن نكون ننقذ الأرواح فكن واحدا مننا وشارك هذه القناة وهذا الفيديو مع كل شخص بتحبه وبهمك أمره لأنك ستؤجر على فعل الخير وهذا الخير اللي تفعله رح يرجع لك بطريقة أو بأخرى أشكركم جدا على الحضور والمشاهدة وأشكر أيضا فريق العمل بارك الله فيكم تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة